الاهلي اللي كانوا والحاضر صباح الخير والفل والنصر والفرحة على كل حضراتكم جماهير النادي الاهلي العريقة في كل مكان في العالم داخل مصر وخارجها صباح الفل عليكم و اهلا بكم جميعا و بداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي اسفحوليه النهاردة يعني ان شاء الله هكونوا منفردا مع حضراتكم و ان شاء الله بكرة الزميلة العزيزة انا هاواندة هتكون موجودة ومنورة البرنامج طبعا عندنا كلام كتير جدا يتقال فيه ماتش امبارح وعندنا كلام كتير جدا يتقال في النادي الاهلي كظاهرة كمؤسسة ككيان كتاريخ كقدرة على ابهارنا حتى في احلك الظروف كقدرة على التعامل مع كل اشكال وانواع وانماط الضغوطات ومع هذا فعلا دايما بتتحقق مقولة ان روح الفانيلا الحمرة لما بتكون حضرة بتكون حضرة وبتكون حضرة بمنتهى القوة وبصمتها لا تخطئها العين وما فيهاش مساحة للبس وما فيهاش مجال الاختلاف حولها في وجهات النظر مفروغ منها الروح لما بتحضر الموضوع بينتهي انت بتلاعب مين مش فرق كتير لما روح الفانيلا الحمرة بتحضر زي ما كانت حضرة امبارح وبمنتهى قوة الموضوع بيتحسب ويرتها كانت حضرة قبل كده بنفس القدر من القوة تأكدوا حضراتكم كنا زماننا دلوقتي بنحتفل بان احنا اللي خدنا البطولة بطولة كأس العالم او اضعى في الايمان المركز التاني لكن اللي حصل برضو اكيد شيء يدعو للفرحة شيء يدعو للفخر شيء يدعو لتدعيم الثقة واليقين في ان احنا عندنا لعبة بتحقق المبدأ التاني اللي كنت عايزة اتكلم مع حضراتكم عليه زي ما بنتكلم عن روح الفانيلا الحمرة كمان فيه جملة وهي موروث يعني بتتورثوا اجيال الاهلوية جيل من بعد جيل الاهل بمن حضر كلنا كنا متخوفين وكلنا كنا متشككين وكلنا كنا قلقانين ان احنا هندخل هذا المعترك الفضيع ازاي واحنا زي ما حضراتكم عارفين بقى كمية الغيابات كمية العكوسات كمية مشاركات العيبة الدوليين مع المنتخب يعني الاهل بمن حضر فعلا واللي حضروا كانوا رجالة وزيادة وكالعادة باليوم مبروك لكل حضراتكم طبعا هذا الانتصار الكبير اللي اكيد هنتكلم عن كتير من تفاصيل وعلى مدار حلقتنا النهاردة بمونة